وجوه متعبة لأطفال ونساء أعياهم انتظار ذويهم المغيبين قصرا فما إن تصيب لعنة الميليشيات منطقة حتى يترسم الشقاء في مختلف جوانب حياتها الصقلاوية في الأنبار مثال شاخص عندنا المفعودين تعرفون عوائلهم اللي صابهم ستة راح منهم سبعة راح منهم ثمانية راح من عندهم حتى تسعة عشرة كل بيت صار ست سنين ما تبين أي شخص جاء قال لنا المفعودين لقينهم بفلان مكان أو مسجونين حتى نقدر نواجههم أو ميتين ست سنوات على فقدان مئات الأسر للمعين الوحيد ولم يتبقى سوى النساء والأطفال قد تركوا لمواجهة المستقبل المجهول أهاليهم نشوفهم مش محتاجين ما محتاجين عدهم أطفال يعني كل واحد ترك له خمسة ستة سبعة أطفال علي مسؤول ظلت مسؤولة مالتهم العجوز كبيرة البيت هي الموجودة إذا عدها سبعة راحوا لها السبعة كل واحد خلف وراء خمسة ستة أطفال فذولا ما يقدر مغيتهم مو شوي لكن مأساة المغيبين مادة تفتح شهية الأحزاب السياسية للمتاجرة بمعاناتهم وجعلها للتكسب الانتخابي بغية الظهور بثوب الحريص على كرامة الناس والمطالب بحقوقهم أمل ذوي المغيبين لم يكن معقودا على الحكومة أو من يدعي تمثيل المحافظات المنكوبة لا سيما أن الإهمال المتعمد لمأساة المغيبين يبدو جليا في التسويف الحكومي لمطالب ذويهم حتى نقل عن الكاظم يحقوا له في أحد الاجتماعات أن ينسوا أمر المخفيين قصرا من يتبع إحياء الغازي؟ أحمد الكريم؟ سلمان الجمويلي؟ من يتبع وراء المفهودين؟ من يتبع وراءهم؟ ما حال يتبع؟ باعوهم بيع ولهتوهم أشكال الحججانة ناس تقول معهم الأيران ناس تقول دفنهم طيبين ناس تقول ذبحوهم ناس تقول موجودين مجروا في الصخر والله ما أفتهمنا حملوا وقالي تردفنهم وراحوا أهالي تبقى عنفسهم ويروحون سنة أخرى تمر وجبال المآسي في العراق تزداد ارتفاعا ولا أفق للحل الذي يخفف من معاناة المكلومين في بلاد لم تغب عنها رائحة الحرب وحالة الفضاء منذ أكثر من ثمانية عشر عاما ترجمة نانسي قنقر